ملابسها مهترئة نادرة ما كانت تبدلها تتناول وجبة واحدة في اليوم للوهلة الأولى يثير مظهرها الشفقة ليكتشف من يصادفها بأنه يقف أمام واحدة من أغنى شخصيات أمريكا اعتمدت عليها مدينة نيويورك في الاقتراض في أواخر القرن التاسع عشر وقدمت القروض للبنوك المتعثرة وساهمت في نشأة شارع وول ستريت وازدهاره إنها هاتي جرين الأمريكية التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية من باب البخل فما هي قصتها ولدت هاتي في العام 1834 لعائلة ثرية تربت على التعاملات المادية وأتقنت قراءة الوثائق المالية من خلال جدها لتصبح لاحقا محاسبة الأسرة وتريث عن والدها سبعة ملايين دولار في العشرين من عمرها حصلت هاتي على خزانة ملابس من والدها تحتوي على فساتين فاخرة لتتأنق وتحصل على زوج جيد ولكنها بعتها واستخدمت المال للاستثمار في أذون الخزانة الحكومية تأخرت هاتي في الزواج لاعتقادها بأن الرجال يطمعون بثروتها ثم ارتبطت بإدوارد جرين ليتخلى عنها لاحقا بسبب بخلها وبعد وفاته ارتدت ثوبا أسود لم تبدله حتى وفاتها كانت تمتنع عن غسله بالكامل وتكتفي بتنظيف الأجزاء المتسخة منه فقط لتوفر ثمن شراء الصبون هاتي الملقبة بساحرة والستريت كانت تنام قرب سلسلة تضم مفاتيح خزائنها في البنوك وفي يدها مسدس بسبب هوسها وخوفها من التعرض للسرقة قدرت ثروة هاتي بعد وفاتها بمئة مليون دولار ثروة لم يتردد نجلها بصرفها على أبسط الأشياء وأتفهها واعتماد أسلوب حياة يقول الأمريكيون إنه جعلها تتقلب في قبرها